أعزائي مشاهدين الكرام في أنحاء جمهورية مصر العربية أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة على قناة مصر التعليمية ومجال التعليم الفني طبعا التعليم الفني بين الناحية الشمولية في مجالات كتير فيها زي التعليم الفني الزراعي التعليم الفني التجاري الفندقي الصناعي مجالات عديدة جدا لكن أنا اليوم إن شاء الله بنعمة ربنا هناخدكم في اسمحولي في جولة في التعليم الفني الزراعي عايزين طبعا حلقة اليوم مش للطالب الفني فقط ولكن لأولياء الأمور وبالأخص الطالبة اللي خارجين من المرحلة الإعدادية هلفت نظرك على التعليم الفني الزراعي بكل التخصصات اللي فيه سواء تخصصات رئيسية أو تخصصات تقدر أنت تختارها حسب ميولك العلمية والفكرية ومستقبلك المهني فعشان كده النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض إيه اللي إحنا لما تكرر إنك تدخل التعليم الفني الزراعي إيه اللي إنت هتدرسه الخريطة الزمنية للثلاث فصول أو الثلاث صفوف صف الأول والثاني والثالث السنوي الزراعي والمجالات زي ما قلنا متعددة كتير جدا فيه تخصصات رئيسية هدي الضوء عليها برضو عشان تبقى عارف لأن أي خريج هيكون من التعليم الفني الزراعي لازم يكون عنده أساسيات في اتجاهات عديدة أو فيه أقصام كتيرة وفيه أقصام زي ما قلنا أنت باختيارك برضو هستعرض وهتكلم عنها بشيء من التفصيل عشان تكون قادم على مرحلة أنت مختارها بنفسك وتكون قادر على تحديد مستقبلك المهني تعالوا مع بعض نشوف العرض التقديمي ونتكلم عن التعليم الفني الزراعي من حيث محتواه كتخصصات مبدئيا التعليم الفني الزراعي إحنا كمصر في الأساس بلد في المقام الأول بلد زراعية طبعا لوجود نهر النيل أو شريان الحياة طبعا ربنا خلى المية أساس لكل كائن حي سواء نبات أو حيوان أو إنسان فوجود نهر النيل عندنا والأراضي الخصبة خلى مصر وطبعا الجو المعتدل في المناخ خلى مصر في منطقة زراعية رائعة ده غير التوسع في السحراء سواء كانت سحراء غربية أو شرقية من خلال مياه الأبار فبما إن مصر بلد زراعية تعالوا نشوف مع بعض أنا كوني خريج من المرحلة الإعدادية وعايز أفكر في المرحلة الجاية أختار تعليم زراعي تجاري فندقي أي أن كان أنا هتكلمه النهاردة وهشرح لحضرتك عشان تقدر تقرر هتتواجد معنا في السنو الزراعي ولا لا؟ وكذلك برضو أولياء الأمور لأن فيه طموحات كتير والمجال كتير في المجال الزراعي كمهن زراعية أو أن نقدر نخرجك فني ماهر في السوق المحلية وممكن كمان العالمية تعالوا نتابع مع بعض ونشوف التعليم الفني الزراعي تخصصات المجال كتعليم فني الزراعي طبعا الصورة واضحة عندنا ما يقرب من 6 تخصصات دي أقدر أختار منها زي تخصص الفني معامل هشرح إيه المواد اللي بندرسها وهنتناول طبعا التخصص ده بالتفصيل ولكن ده تخصص اختياري يعني أنا كطالب أقدر في مرحلة معينة من بداية من الصف الثاني أختار إن كاني هتخصص في المنق فني معامل أو عندنا تخصص في المجال الزراعي اسمه تصنيع غزائي هنتكلم برضو عن المواد اللي بندرسها عشان أقدر أكون خريج قسم تصنيع غزائي القسم الثالث عندنا قسم مايكانة واستصلاح الأراضي والقسم الرابع قسم حاصلات بستانية خاص طبعا بمحاصيل الفكهة والخضر والزينة والنباتات الأطرية القسم الرائع طبعا إنتاج حيواني وداجيني وقسم إنتاج وتصنيع الأسماك ده بشكل عام التخصصات اللي أقدر أتخصص فيها في التعليم الفني الزراعي بداية نسمحولي أخدكم جولة كده عن المواد اللي احنا بندرسها في الصف الأول والثاني والثالث كرؤية عام عشان تقدر تصنع قرار إن كانك هتتجه نحو التعليم الفني الزراعي فالجولة اللي احنا هنعملها جولة مبسطة تقدر من خلالها تفهم التلات سنينين أن هقضيهم إزاي في السنوي الزراعي طبعا إحنا عندنا ما يقرب من 127 مدرسة في أنحاء الجمهورية كل مدرسة ممكن يكون فيها الست تخصصات اللي اتكلمنا عليهم في مدرسة تانية فيها أربعة في خمسة على حسب نوعية المدرسة ولكن في التعليم الفني الزراعي زي ما اتفقنا تعالوا مع بعض نشوف الصف الأول الزراعي ايه المواد اللي احنا ممكن ندرسها فيه طبعا في مواد عامة في سنة أولى ما فيش تخصص بعينه ولكن هنضع الطالب مع كمية دراسة كمية مواد بيدرسها عشان يقدر يشوف اتجاهاته وميوله الفكرية وايه اللي هيتميز فيه وياخد لمحة عن كل مجال أو كل قسم في التعليم الفني الزراعي فهيدرس مواد بشكل عام فالصف الأول مش هيكون فيه أي نوع من أنواع التخصصات ايه المواد اللي بندرسها؟ اولا اللغة العربية وادبها والتربية القومية والتربية الدينية دي ثلاث مواد نظرية يعني ملهاش جانب عملي طب أنا اللغة العربية والقومية والتربية الدينية أنا مهم جدا عندي أن أنا أكون متسكر لأن الطالب مهما كان لازم اللغة بتاعته تكون أساسية كمصريين اللغة العربية أساس حياتنا فعشان تقدر كمان بعد كده أبحاثك تكون قوية تقدر إذا قدرت تتخش تعليم مفتوح أو تقدر تناقش رسالة ماجستير في أي مجال مهني فيه ما بعد في مجالك اللي أنت تختاره إن شاء الله لازم يكون بحثك دقيق ويكون أساسي في اللغة العربية كاللغة فيه طبعا تلت مواد نظريين كمان زي اللغة الإنجليزية والرضيات والدرسات الاجتماعية طالب يقول للغة الإنجليزية أنا أدرسها ليه في التعليم الزراعي أنا عايز أطلع فني وعارف العمليات الفنية في الزراعة فقط أنا أدرس إنجليزي ليه؟ لا طبعا لأن أنت علمك بيزداد يوم عن يوم ويه نتيجة الأبحاث فيه أبحاث كتير باللغة الإنجليزية لازم تجيبها وتترجمها مش بس كده في المزارع مثلا في يوم الأيام اتعرض ليه خبير جاي في العنب التصدير طب أنا كمهندس زراعي جاي خبير حيديني خبراته في التعامل طب أنا أتواصل معه إزاي؟ فدي نقطة مهمة جدا اللغة الإنجليزية لازم تتسقلها لأن اللغة الإنجليزية والعربية معانا في الثلاث سنين الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الرياضيات أتقول لي أنا أعمل إيه بالحساب؟ لا طبعا إحنا عندنا في المجال الفني الزراعي أبسط حاجة عشان تقدر تشوف كتعة الأرض اللي أنت بوديرها أو عمبر الدواجن اللي أنت بوديره خسرا ولا كسبان وفيه مصرفات فتشوف صف الربح وفيه معادلات لأنه لازم أقدر أحسب مثلا عدد الشتلات في الفدان أجيبها إزاي؟ دي كلها قوانين موجودة فلازم رياضيا أنا أكون مؤهل لده طبعا دي إحنا بنتكلم عن مواد الصف الأول زي ما اتفقنا الدراسات الاجتماعية طبعا جغرافيا مصر بحالها لازم تشوف تمركز كل محصول من المحصيل اللي أنت هتدرسها موجودة في أنهي منطقة وليه في المنطقة دي بيجود القطن والمنطقة دي بيجود محصول تاني وليه مصانع السكر متركزة في المنطقة الفلانية فأنا لازم أكون على ضراية بجغرافيا زراعة ومناطق تمركز المحصيل سواء محصيل حقل أو محصيل فكهة بشتى الأماكن والطرق حتى السروة السماكية أماكن تمركزها فين دي مواد نظرية زي ما اتفقنا ننتقل بقى لمواد عملية وأقسام رأسية قسم رئيسي زي البيولوجي بيولوجي هيدرسوا كل الطلبة اللي داخلين في المجال الفني الزراعي أي وطبعا بيولوجي لازم أدرس بيولوجي النبات وبيولوجي الحيوان بيولوجي نبات وبيولوجي لازم أكون على ضراية بدورة حياة النبات دورة حياة الحيوان وأقدر أتعامل معاه فقسم رئيسي طبعا أنا مش هتكلم بشكل فائد عن الأقسام الرأسية ولكن هنتخصص النهاردة وفي حلقة اليوم فقط عن الأقسام اللي أنا أقدر أختارها من سنة تانية لكن الأقسام الرأسية هدي لمحة بس بسيطة عنها ولكن أساسية أي طالب خريك فني معمل تصنيع غذائي مايكانة حصلات بستانية فكهة أو خضر وزينة أنتك حيواني أسماك لازم يكون على ضراية بالبيولوجي بتاع النبات والحيوان الحاسب الآلي قسم رئيسي في التعليم الفني الزراعي في الصف الأول والتاني والتالت ليه؟ طبعا إحنا لو أخذنا بنا في العام الماضي في مطلع 2020 بسبب فيروس الكورونا وقف التعليم لفترة بسيطة وما قدرناش نروح المدارس ولكن تعويدا عن الامتحان انطلب مننا بحوث طب أنا دلوقتي لو مش على ضراية بالحاسب الآلي كنت هعمل البحث بتاعي وأقدمه إزاي؟ فقسم الحاسب الآلي هيخليني أنا كمان في وظيفتي فيما بعد بعد التخرج قادر على إنشاء برامج تسمين البرامج دي أعملها إزاي؟ أصميمها إزاي؟ من خلال الورد عندي الإكسل العمليات الحسابية كمهندس أو محاسب في مزرعتي أو العنبر أو مزرعة الدواجن بتاعتي أو المزرعة الغيت اللي عندي دي كلها أمور إكسل باور بوينت زي اللي أنا بشرح بين الوقتين تقدر تحاضر وتقدر تكون معلم وتقدر تعلم أجيال بخبرتك طبعا من خلال الباور بوينت، العرض التقديمي، أكسس، قاعدة بيانات، الإنترنت، الإنترنت هتتعلم في قسم الحاسب الآلي إزاي تتعامل مع الإنترنت وتوصل إنك عايز تدور على معلومة هتقدر تجيبها بتدير معمل معين وعايز توصل لحاجة في تحليل عينات التربة عايز تشوف العناصر السمادية بأهمياتها ونقصانها تقدر تبحث وتجيب المعلومة من خلال معرفتك بقسم الحاسب الآلي للإنترنت الحاسب الآلي قسم كبير جدا ولو تكلمنا مش هنوفيه حقه ولكن مهم لكل طالب في التعليم الفن الزراعي إنه يستخدم القسم ده وما يغيبش عن أي يوم فيه لأنه فيه معمل مجهز في كل مدرسة كل طالب يكون قاعد على جهاز بيتعلم صح بيقدر يستستم أي مشروع هيفكر يعمل فيه أو أي مصنع هيشتغل فيه هيقدر يستستم وضعه ويتقدم مهنيا وفكريا بسبب قسم الحاسب الآلي طبعا محصيل الحق ده القسم العملاق برضه أساسي قسم أساسي في صف الأول والثاني والثالث وأي خريج في أي تخصص في التعليم الفن الزراعي لازم يدرس محصيل الحق وده هيكون لي حلقة لوحده كقسم لأنه القسم ده بيعلم الطالب خبرات حياتية كبيرة جدا في مجال الزراعة بشتى أو بكل التخصصات اللي أنا ذكرتاك تخصصات أقدر أختارها ولكن محصيل الحق قسم أساسي هتلاقيه معاك في الكل هتروح أي تخصص من التخصصات اللي أنا اتكلمت عنها هتلاقي مادة محصيل الحق موجودة فمحصيل الحق لأكون لها مادة حلقة بإذن الله إن شاء ربنا وعيشنا لوحدها بعد كده برضو مواد عامة زي الكيميا والفيزياء ومساحة ورأي وميكانة زراعية الكيميا والفيزياء دي مواد أنت لما بتدرسها بتؤهلك أنك عايز لقيت نفسك متفوق ومتميز في الكيميا والفيزياء هتتجه بقى أنك تختار قسم فن معمل ولكن هتدرس أيضا مساحة ورأي وميكانة زراعية لقيت نفسك في المساحة ورأي وميكانة متميز ومتفوق وحبيت المجال ده تقدر تختار تخصص الميكانة واستصلاح الأراضي صناعات غذائية كل طلبة سنة أولى بيدرسوها ليه؟ عشان يكون عندك أساس حبيت تختار المجال ده تقدر تتجه للتصنيع الغذائي في سنة تانية أساسيات البساتين بداية بتديك لمحة عن تخصص الحاصلات البستانية والمزارع الفجهة والخضر والزينة والنباتات العطرية بتدرس أيضا أساسيات الانتاج الحيواني والدجيني كأساسيات عشان تقدر تختار المجال اللي انت عايزه طيب في سنة تانية بقى أنا في سنة أولى أخدت لمحة عن كل المجالات مادة 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 من كل مجال عشان أقدر أبلور فكري وأشوف أنا متميز في إيه وميال لي إيه وهبقى ناجح في إيه عشان كده سنة أولى مواد عامة طيب سنة تانية هنبتدي من هنا بقى في سنة أولى في نهايتها بتعرض عليك يعني رغبات تشوف أنت عايز تروح قسم إيه أنا عايز أروح حاصلات بستانية لأنها عجبتني مادة أساسيات البستين أو أنا عندي أبويا عنده مزرعة فأنا عايز أدير المزرعة بتاعت والدي طيب واحد تاني يقولك لا أنا عايز أتخصص إنتاج حيواني لأن شاطر فيها أو لأن والدي يمتلك مثلا مزرعة دواجن فأنا عايز أدير مزرعة والدي بفكر تعليمي صح لأن احنا بنقدم مادة علمية وبنقدم مهارة الطالب بيكتسبها في التعليم الفني الزراعي فقرارك هيكون ناتج عن دراستك للصف الأول الزراعي طيب الصف الثاني بعد ما بتاخد قرار وتتجه للقسم اللي أنت عايزه وناخد بنا لأن فيه أقسام بيكون عليها الطلب كتير فمش هينفع طبعا كل المدرسة هتروح قسم واحد وبقى الأقسام لا فبيكون فيه أقسام بتاخد من درجة أو نسبة مئوية لنجاحك في الصف الأول فلاقي مثلا القسم حصلات البستانية أقولك من 80% وطالع نسبة النجاح أو التفوق في الصف الأول عشان نقدر نحدد عدد معين في القسم طب أنا مش متفوق خلاص أنت مضطرة تدخل تخصص مش برغبطك فعشان كده لازم نتميز وبلاش نمشي بمبدأ ثقافة الامتحان لا استفيد استفيد من المواد العلمية استفيد من خبرات المدرسين استفيد من المساحات اللي عملها النا الدولة عشان ندربك فيها وانطلعك فني ماهر شاطر تقدر تنفذ العملية الزراعية على أكمل وجه فبعد اختيارك واتجاهاتك سواء فني معمل أو تصنيع غذائي أو ميكانة واستصلاح أراضي أو حصلات بستانية أو انتاج حيواني أو انتاج أسماك هتدرس في سنة تانية بعض المواد تعالوا نلقي نظر عليها عشان يبقى معاك رؤية كاملة للسنوي الزراعي لو قررت تدخل تعليم فني زراعي إن كنت ولي أمر أو تلميذ خارج من الإعدادية في الصف التاني طبعا في مواد كل التخصصات هتدرسها زي ما اتفقنا مواد نظرية زي اللغة العربية وإحنا قلنا ليه لازم ندرس اللغة العربية اللغة الإنجليزية نفس الكلام والتربية الدنيا دي مواد نظرية يعني لها امتحان فقط نظري ملهاش جانب عملي فيه هينضاف هنا بقى في سنة تانية احنا جبرنا شوية اتعلمنا شوية أساسيات في البيولوجي والمحاصيل والمواد العامة في سنة أولى تعال بقى ندخل على قسم جديد زي الإرشاد الزراعي والاقتصاد الزراعي دي أقسام نظرية فقط أقسام نظرية فقط ولكن مهم عايزة تلفت نظرنا لدور الإرشاد الزراعي التوعية أنا لازم أكون متابع للنشرات اللي بتنزل بشكل دوري من وزارة الزراع في الجامعيات التعاونية الزراعية عشان أكون ملم بالموعيد والتواريخ مثلا ممنوع ري البرسيم في شهر مايو عشان أتفادى حشرة معينة كذلك القطن فيه حاجات بتصدرها وزارة الزراع القسم الإرشاد وقسم الاقتصاد مهمين جدا في المجال ده طبعا دي أقسام رأسية ومش أقدر أوفيها حقها دلوقتي وبرضو عندنا حاسب آلي وورش وسيانة حاسب آلي تكلمنا أنه هو قسم عملاق لازم يتواصل معي في الثلاث سنين والورش وسيانة المادتين دول مادة عملية فقط مالهاش امتحان نظري جانب عملي فقط امتحان عملي فقط بس إيه الجديدة عليها في سنة تانية ورش وسيانة إيه المادة دي هتفيدني في إيه أي تخصص هتتخصص فيه من الخمس ست تخصصات اللي احنا عرضناه في بداية الحلقة هيكون فيه أجهزة أنت بتستخدمها إذا كنت في فن معمل فيه جهاز مايكرس كوب أنت بتتعامل به الصيانة بتاعته ووضعها إيه إن كنت في ميكانة واستصلاح وراضي بتستخدم جرارات ولوادر وأماكن ومكينات حصاد وتزرية ودراس الحاجات دي كلها لازم يكون عندك كطالب تعليم فن زراعي خلفية على صيانة الحاجات دي كلها آه أنا هتخصص انتك حيواني ولكن أنا عندي مكنة جرش حبوب أصينها إزاي فمادة ورش والصيانة بتنضف علينا في سنة تانية علشان أنا أكون عندي المهارة دي أكتسب المهارة بتاعة صيانة المعدات بالورش عندي حينضف عندي طبعا في المواد العملية مادة اسمها ألبان ومادة تربية نحل العسل وددان الحرير مع محاصيل الحقل زي ما اتفقنا محاصيل الحقل دي مادة أساسية موجودة معانا في أولة وتانية وتالتة لكل طالب بيدرس في التعليم الفن الزراعي طب إيه الألبان وإيه النحل ضفنا عليكم المادتين دول وكل طالب في كل التخصصات هيدرسوا المادتين دول لأن الألبان قسم عملاق قسم أساسي هتدرسه في تانية وفي تالتة هتكون ملمة بمشتقات الألبان والجبن وصناعة السمن طب النحل أنا قطالب هتخصص واخترت أن أنا أتخصص في الانتاج الحيواني أدرس ليه نحل لأن أنت ممكن تكون مع مزرعتك سواء مزرعة تسمين عجول عايز تعمل مشروع صغير زي منحل تقدر يكون عندك ربح سريع منه فلازم تدرس تربية نحل العسل ويدان الحرير طبعا كقسم ليه حقه وليه وقته طبعا اللي ممكن نتكلم فيه فيما بعد لأن النحل مجاله كبير جدا ودرسته شيقة وجميلة فكده الألبان ويقتربية النحل هيدرسهم كل طلبة التخصصات اللي احنا تكلمنا عليهم فيه الصف الثاني وإن شاء الله فيه الصف الثالث والمحاصيل قلنا لها حلقة خاصة طيب في سنة ثالثة أنا كده مش هتكلم بقى عن كل التخصص في سنة ثانية هيدرس إيه؟ يقول لما أخلص الصف الثالث طيب الصف الثالث إيه المواد العامة برضو؟ هندرس إيه؟ في سنة ثالثة كل الطلبة هندرس أيضا اللغة العربية سبتة معنا والإنجليزية والتربية الدينية قلنا دي مواد نظرية هينضف علينا مادتين تبع قسم الإرشاد والابتصاد وهي تسويق زراعي وإدارة مشروعات ودي أيضا مواد نظري لها امتحان نظري فقط ولكن بعيدا عن ثقافة الامتحان المواد دي هتضيف لي إيه؟ كطالب فن زراعي هتضيف لي أن أنا إزاي أدير مشروع صغير أقدر عارف الداخل والخارج الإرادات والمصرفات إزاي أقدر أسوق المنتج بتاعي ومن خلال الحاسب الآلي كمان أقدر أنشئ موقع إلكتروني دلوقتي بسبب جائحة كورونا انتشر التجارة الإلكترونية أقدر أسوق المنتج بتاعي من خلال مواقع إلكترونية أو ويب سايت فكل الأقسام بتخدم على بعض فأنا هنا لازم أدرس تسويق زراعي وأمراض نبات الأفات الزراعية أي مجال من الخمس ستة تخصصات اللي عرضناهم ولسه نتكلم عنهم بالتفصيل مهم جدا قوي قوي أفهم تخصص كل حشرة وإزاي أقدر أتقي شرها بطرق كتيرة لمقومتها فلما أفهم دورة حياتها أقدر أقومها كذلك أيضا أمراض النبات أنا ما نفعش أعمل مزرعة سواء زر بقى محصيل حقل أو مزارع فكهة أو 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 وياتهاجمني حشرة زي زبابة الفكهة تدمر لمحصول العنب فدراسة أمراض الأفات زي ما قلنا وإيه الأمراض لو جات لي أمراض مثلا زي البياضة الدقيق ومعرفتش إيه المبيد اللي أقدر أرش به المزرعة تدمر المحصول هيروح مني فدراستي لأمراض النبات كعلم وأيضا هكتسب مهارات لأنها مادة عملي ودراستي للأفات الحشرية كعلم وأيضا هقدر أكتسب لأنها شوف كل الحشرات دي موجودة عندي بالقص وهقدر أفهم دورة حياتها وأقدر أتعامل معها فأقدر أحمي مشروع الخاص أو المكان اللي أنا موظف أو شغال فيه إن كانت مزارع كبيرة أو مشروع خاص بي طبعا الألبان زي ما تكلمنا والحاسب الآلي ومحاصيل الحاكل وإيه تربية نحل العسل أيضا هندرسهم في الصف الثالث مع بعض طيب إيه بقى المواد الخاصة بكل قسم سواء في الصف الثاني أو في الصف الثالث نبدأ بأول قسم عندنا أنا هختاره وأن دي بقى أقسام أنا هختارها لكن الأقسام الأساسية زي الألبان والنحل والكلام والحاسب الآلي دي تخصصات كلها هيدرسها تخصصات رأسية أو أقسام رأسية طيب قسم فن معمل الصف الثاني هادرس كيميا وفيزيا تاني أنا درستهم في سنة أولى عجبني فكر الكيميا وفكر الفيزيا وعايز أتخصص في المجال ده وهدرس وسائل تعليمية وعهد ومخازن وأمن وقائده ليه 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 فن معمل هدرس الكلام ده طيب في سنة ثالثة هدرس برضو كيميا وفيزيا وهضيف عليهم مادة اسمها مايكروبيولوجي اللي هو علم الأحياء الدقيقة تفتكروا في فن معمل أنا لما أدرس في سنة تانية وثالثة المواد اللي أنا تكلمت عليها هو أنا في الأول وفي الآخر هطلع إيه خريج تعليم فن زراع قسم فن معمل أقدر أكون أمين معمل لشان كده أدرس عهد ومخازن أدرس مايكروبيولوجي أكون أمين معمل طبعا وظيفتي ممكن يكون معمالي الخاص ممكن يكون معمالي الخاص عشان أنا لما تجي لي عينات مية عايز أحللها هروح فين؟ هروح لي خريج فن المعمل في معمله أو في المكان اللي بيشتغل فيه هو اللي يقدر وهو اللي دارس هو اللي فاهم وهو اللي هيقدر يقف على عينة المية دي ويقول لي هي صالحة للزراعة ولا لا؟ نسبة الأملاح فيها ونسبة المواد الصلبة الزائبة تي اس اس هيقدر يقول لي دي مناسبة لمحصول كذا ومحصول كذا ومش مناسبة لزراعة محصول كذا ده مين؟ يعني أنا لو خريج حاصلات بستانية وعندي مزراعة فاكها محتاج عندي بير عايز أعرف المية دي صالحة للزراعة ولا لا؟ هلجأ لي خريج الفني المعمل في معمله هيقدر زي ما بيحلل نسبة المية هيقدر يحلل دعا نشوف مع بعض دي المعمل عندنا بقدر أكون ده خريج فني معمل الإمكانيات متاحة عشان يقدر يحلل العينات بتاعته وادي طبعا القسم ده بيتجه فيه معظم الطالبة البنات لأنه مش يقدروا على شغل المزارع في الجو المفتوح أو مزارع تسمين العجول فيه طبعا ده باختيارك زي ما انت عايزة ولكن ده قسم بيكون شغلك فيه في معمل زي ما احنا شايفين أو انت براحتك ممكن شغلك يكون فيه في معمل زي ما انت عايز بحلل عينات الطربة بحلل عينات المية بقدر أحلل عينات النبات نفسه عشان نقدر أقول لصاحب المزارع نباتك فيه نسبة عالية قوي من الحديد متوفر فبلاش تضيف حديد فقدر أوفر له فيه التكاليف أقدر من خلال عينات الطربة خريك فن معمل يقدر ياخد عينات طبعا ويحللها قادي الحافر زي ما احنا شايفين ويقدر ياخد عينات الطربة دي من أماكن مختلفة أو قطاعات مختلفة من الأرض عشان يقدر يشوف المحتوى الغذائي من العناصر الغذائية اللي موجودة فيه التربة واللي موجودة في النبات عشان نقدر نحط برامج تسميد كويسة ومزبوطة وقدر كمان خريج فن المعمل يقدر يشتغل في معامل تحاليل الأغذية في المصانع الكبيرة يقدر يكون مسؤول عنها يقدر يكون مسؤول عنها يقدر يعرف المحتوى الميكروبي في العينات المقدمة عنده طبعا من خلال المعامل اللي احنا شايفينها مع بعض والعينات دي يقدر يرفضها أو يقبلها وكمان يقدر يحلل ما يسمى بمتبقيات المبيدات والتسميد والعناصر عشان يقدر أوصل لعينا أو نبات خالي من المسببات المرضية تاني قسم معنا وهو قسم التصنيع الغذائي التصنيع الغذائي طبعا هاجي في سنة تانية هادرس مادة سماع صناعات غذائية وعجاء ومخبوزات ومستخلصات غذائية وتكنولوجيا المصانع في سنة تالتة هادرس برضو صناعات غذائية وعجاء ومخبوزات وحفظ وتصنيع اللحوم والاقبال في القسم ده برضو بيكون على نسبة كبيرة من البنات لمحتواه اللي هم يقدروا عليه ولكن طبعا فيه أيضا تخصص تصنيع غذائي بيكون فيه طلبة رجال ليه؟ لأن انت هنا بتقدر تكتسب خبرة وبتزود فرص العمل بتاعتك بمصانع تصنيع اللحوم بما إنك قدرت تكون فني ماهر واكتسبت المهارة دي فأنت هتكون على دراية بفنيات حفظ اللحوم وكمان الألبان والمشتقات بتاعتها زي الجبن والزبدة والزبادي تقدر في المعامل الكبيرة دي في مصانع الأغذية قادي زي ما احنا شايفين في الصور إذا كان هننتج ألبان أو زبادي من مشتقات الألبان فأنا خديك تصنيع غذائي أقدر أشتغل في المصانع الأغذية الكبيرة أو منظمات وهيئات مرابط الجودة بتاعة الأغذية والألبان في شركات عندنا خاصة بالاستراض والتصدير طبعا وإدارة التنوين عايز في التصنيع الغذائي بنقدر نصنع مربة من شتى المحاصيل اللي احنا بنقدر نعمل منها المربة فأقدر أعمل مشروع صغير لنفسي أقدر مربة بس؟ لا طبعا عندنا العصائر فخريج التصنيع الغذائي ده المجال واسع معاه أنه يقدر يشتغل في مصانع أو يدير مشروع خاص به زي مشروع المخلل سواء بقى أرنبيت أو زي ما احنا شايفين الزيتون في مخاللات كتير نقدر سواء شغال أيضا في مصنع أو مشروع خاص العجائن والمخبوزات احنا بندرس ما ده سماع عجائن ومخبوزات في التصنيع الغذائي طب أنا كطالب فني خريج تعليم فن زراعي قسم تصنيع الغذائي قادر اشتغل في مصانع اللي خاصة بالعجائن والمخبوزات طبعا طبعا قادر اعمل مشروع خاص بيه طبعا تقدر تعمل ده فالعجائن والمخبوزات في التصنيع الغذائي من ضمن الحاجات اللي بيكونوا الطالب قادر أنه بيكتسبها وينفزها طيب التخصص التالت وهو قسم الميكانة واستصلاح الأراضي في سنة تانية الطالب اللي بيتخصص في قسم الميكانة بيدرس ما يسمى بكيميا الأراضي بيكون على دراية بكيميا الأراضي والتركيب بتاع الأرض الزراعية اللي هيشتغل فيها بيدرس هندسة وميكانة هندسة وميكانة ودول شكين كبار جدا في قسم الميكانة ونظم ريو صرف واستزراع الأراضي الصحراوية لأن الاستصلاح بتاع الصحرة كله قائم على خريج الميكانة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض في السنة الثالثة هيدرس أيضا كيميا أراضي وهندسة وميكانة واستزراع الأراضي تبتعالوا مع بعض نتابع العرض التقديمي ونشوف خريج قسم الميكانة ده قسم الميكانة بيتبع شقين فيه شق اسمه الهندسة الزراعية وده بيشمل المساحة والريء والمباني فقدر أقول إن القسم ده بداية كل الأقصام يعني أي حد فينا محتاج يشتري مزرعة محتاج يعرف المساحة اللي هو يشتريها ويرفعها على خريطة بمكياس رسمه معين طيب أنا دلوقتي في حالة من حالات الورث سايب لولاده مزرعة ميت فدان وعنده خمس أولاد فأنا محتاج أقسمها قسم الهندسة أو خريج الطالب الفني خريج قسم الميكانة والهندسة الزراعية هو اللي يقدر يحل موضوع الورث ده ويدي كل واحد حقه أيضا بيكون فيه عندنا منازعات ما بين الجيران يعني أنا عندي أرضي متاخد منها مثلا خطة أو خطين مزرعين عند الجار اللي الجنبي مني طيب مين اللي يحلل المشكلة دي مهندس المساحة اللي هو خريج قسم الهندسة والميكانة ففضل منازعات قائم على هذا القسم طيب فالحق بيرجع لصحاوه طيب المساحة دي أنا بقدر أرفحها عشان أحدد كمان كمية التقاوي اللازمة لزرعة الفدان فاللي يحدد لكمية التقاوي أو عدد الشتلات في وحدة المساحة هو مهندس المساحة أو خريج قسم الميكانة واستصلاح الأراضي بالنسبة للرأي الرأي كتصميم شبكات رأي والصرف والأبار الأماكن دي كلها بيحددها الخريج بتاع قسم الميكانة واستصلاح الأراضي وأيضا إقامة الطرق في المزرعة بتاعتي هو اللي بيقدر بالهندسة بتاعته يقدر يحدد لي المشيات والطرق اللي أنا عايزها فتصميم شبكات الرأي زي ما قلنا ومكان البير ده كله تخصص خريج قسم الميكانة والهندسة الزراعية طيب وحتى المباني في الانتاج الحواني لو عايز أنشئ مبنى فلازم أحدد مساحة كل ده يرجع للقسم ده الشكل الثاني في قسم الميكانة أو الهندسة وهي الميكانة واستصلاح الأراضي وهو الميكانة الميكانة دي المعدات التقيلة زي ما احنا شايفين عندنا المحاريت أنا في قسم المحاصيل عايز أحرط أرضي أنا في مزرعتي كخريج حاصلات بستانية عايز أساستم الأرض بتاعتي وحرتها مين يقدر قسم الميكانة بالمعدات بتاعته فأنا عندي محاريت وآلات حصاد بنقدر نستخدمها آلات كابس أش الرز والجرارات الزراعية والكمبين مثلا آلة حصاد الرز وآلة جرش الحبوب دي كلها معدات زراعية أو ميكانة تخص هذا القسم فالطالب يكون على دراية بيها استصلاح الأراضي نفسه استصلاح الأراضي الصحراوية من استخدام لوادر أو بلتوزر كل ده أقدر من خلال قسم الميكانة أروح أعمل الحاجات دي في المزارة المطلوبة فكل الألات دي بتساعد إيه؟ بتساعدني أنا على سرعة أداء العمليات الزراعية المختلفة زي ما احنا شفنا مع بعض هدي مثلا هنا غيط درة أنا طبعا لو هستخدم أيدي عميلة عشان يحصدوا الحقل ده الدنيا هتبقى متعبة جدا فأنا عندي الماكنة هنا بتحصده في نفس الوقت بتفرم فبتديني سرعة في أداء العمليات الزراعية فهو بوفر الأيد العميلة والجهد والوقت كمان مش بس كده بقلل التكاليف بتاعة الخدمة الزراعية وبتم العمليات الزراعية نفسها على أكمل وجه وبزود إنتاجية الفدان في وحدة المساحة ده غير زي ما احنا شايفين اهو الماكينة ماشية بتحصط الدرة وكمان العربيات اللي بتحمل موجودة وراها بشكل رائع فالميكانة والألات الزراعية والمعدات قسم اللي يستهان به وهو يعني في منظوري مهم جدا لكل الأقصام يعني خريج إنتاج حيوانة هيحتاج القسم ده اللي هينشأ مزارع ده وجن هيحتاجه اللي عنده مزرعة فاك هيحتاجه اللي عنده غيط وحقل زي ما حصير الحقل زي ما حصوله الدورة الشامية زي ما احنا شايفين هيحتاجه لأن المعدات الزراعية لا غنى عنها زي ما احنا شايفين ونتابع برضو في الصور استصلاح الأراضي ده من تخصص الميكانة والهندسة الزراعية أرض سحرة هي قادر استثمرها استصلاحها بايه بالمعدات بقسم الميكانة فخريج التعليم الفن الزراعي قسم الميكانة واستصلاح الأراضي خريج لا يستهان به بيكتسب مهارات عالية جدا ويقدر يخلي السحرة خضرة زي ما احنا شايفين طيب قسم الحاصلات البستانية زي ما اتفعلنا بيجي في سنة تانية بيدرس بعض المواد اللي بتخص القسم لأن احنا عندنا جانب علمي لازم الطالب يكون على الزراعي بيه وعندنا جانب عملي لازم الطالب يكتسب المهارة المهنية فيه عشان يقدر بعد الثلاث سنين يطلع للسوق بقلب جامد يقدر يطلع العمليات الزراعية المختلفة في قسم الحاصلات البستانية في سنة تانية مادة اسمها زراعة محمية وزراعة حيوية وخدمة حاصلات بستانية وفي سنة تالتة برضو أدرس زراعة محمية ونباتات طبية وعطرية وخدمة حاصلات في القسم ده طبعا بمجتملاته الفكهة والخدر والزينة والنباتات العطرية كزراعة محمية أنا عند الطالب بيكون قادر وملم بطرق اكسار ونمو الحاصلات البستانية زي مثلا الفكهة زي ما احنا شايفين وبيكون ملم أيضا بظروف الانتاج المسلى في الحقل أو حتى تحت البيوت المحمية كنظام السواب وبيكون ملم كمان بالاحتياجات المائية والسمادية القسم ده بيخليك قادر على فهم الاحتياجات المائية والسمادية لكل محصول بتدرسه من محاصيل الفكهة ومحاصيل الخدر ومحاصيل الزينة بتكتسب طبعا مهارات مهنية متخصصة زي التطعيم في الفكهة مثلا كان بكل أنواعه بقى تطعيم قلفي قلفي جانبي التطعيم بالرقعة تطعيم بالعين أو الدرعي التطعيم بالشأ باللسق التطعيم الحالقي دي كلها مهارات بتقدر تكتسبها تقدر تكتسب مهارات زراعة التحميل يعني أنا عندي مزرعة فكهة مزروعة مثلا على مساحة 4 في 6 متر فعندي مكان فاضي كتير عبالما الشاتلة بتاعت تكبر أقدر أزرع زراعات بينية ليسمها زراعات التحميل أقدر أكون قادر على استخدام أفضل طرق أو الوسائل المختلف عشان أحسن وأنتج حاصلات بستانية بجودة عالية وحميها من الإصابة من المسببات المرضية أقدر أنشأ المشاتل عندنا مشاتل زي الصورة اللي واضحة دلوقتي دي موالح بشاتة الأنواع بتاعتها مثلا الموالح في برتقان ويصفي ولمون حلو ولمون مالح ولمون الأضالية ويلبن زهير وعندنا مشاتل كتير طبعا دي شاتلة مثلا هنا العامل الفني يقدر يزرع ويقدر يعرف من خلال المساحات زي ما قلنا عدد الشتلات في وحدة المساحة مشاتل مش بس مشاتل فكهة في مشاتل زينة زي الشجيرات والمددات ونباتات الزل والنباتات المتسلقة والصبرات شاتلات الخضر نقدر نقول زي الفلفل والبازنجان والطماطم والشطة دي كلها خريج قسم الحاصلات البستانية بيقدر يتميز ويكتسب المهارات دي كلها وفي القسم ده أنت تقدر تكون قادر على قدارة صوبة زي ما احنا شايفين في الصورة تكون قادر على إنشاء صوبة خاصة بك كمشروع خاص كزراعات محمية في صوب فيبر كلاس صوبة بلاستيكية في النت في استيران تحت الأنفاء دي كلها زراعات أنت بتكتسب المهارات فيها في القسم ده طيب قسم الإنتاج الحيواني والداجيني ده القسم الخامس معنا اليوم حسب رغبتك ممكن بعد السنة أولى اختار أنك تدخل قسم الإنتاج الحيواني من خلال دراستك لمادة أساسيات الإنتاج الحيواني في سنة أولى فقررت أنك تتجه ليه القسم ده هتدرس في سنة تانية مع المواد الأساسية اللي احنا قلناها والأقصام الرئاسية هتدرس دواجن أغنام وماعز صحة حيوان حيوانات لبن أي موضوع الدواجن ده طبعا أنت خرج قسم إنتاج حيواني فلازم تكون قادر طبعا على إنشاء وإدارة عنبر دواجن في سنة تالتة هندرس برضو مادة دواجن ومادة صحة حيوان ومادة حيوانات لبن دي مواد التخصص فقط تعال نشوف مع بعض أنا كفني اتخركت ودخلت ثلاث سنين تعليم فن زراعي وتخصصت في مجال الإنتاج الحيواني والداجيني أقدر أنشئ عنبر دواجن آه طب أنا ما عنديش رأس المال أقدر أشتغل وأدير بفهمه ومهارات عالية عنبر كبير زي ده طبعا تقدر أنت تكون فنك تسبت كل المهارات دي هذه العنابر زي ما احنا شايفين مشاريع عملاقة وفي مصانع أو في شركات عملاقة جدا بالمنظمات اللغزية تقدر تشتغل وتتوظف فيها بما أنك فاهم دراسة الدواجن وإيه الإنتاج بتاعها طيب مادة أغنام وماعز القسمة بيخليك مش بس تدرس الأغنام والماعز من النحية النظرية فقط لا ده هيقدر يخليك تكتسب مهارات مثلا في الأغنام إزاي تحصل على الصوف الصوف ده بيكون من أصناف معينة زي الصنف المارينو إزاي تاخد الصوف ده الصوف ده بيبقى منتج رائع جدا وتقدر تسوقه تقدر تميز بين الأصناف المنتجة لللحم والأصناف المنتجة للبن سواء في الأغنام أو الماعز من خلال مادة أغنام وماعز وحيوانات اللبن أيضا يعني إحنا هتتعرض في القسم ده أن إنت تدرس تربية القبل الجمال وتربية الخيل زي ما إحنا شايفين مش بس كده طبعا الأساسي بقى الكبير المشية كصحة حيوان وكحيوانات لحم كمواد دراسية الخريج بتاع القسم ده بيكتسب مهارات طبعا يقدر يدير بيها قطعان الإنتاج الحيواني والدواجن تحت نظم الإنتاج المكسف وتقدر تطبق تكنولوجيا التناسل في خطط التربية وحفظ الأصول الوراثية الخريج كمان القسم ده بيعد خريج بيقدر يحط برامج تحسين وراسي مناسبة للحيوان وبيقدر كمان ينتج منتجات حيوانية عالية الجودة زي مثلا تسمين العجول طبعا التسمين اللي وضع حيوانات اللبن لها وضع تاني قسم الإنتاج الحيواني والدواجيني بيكسب الخريج مهارات يقدر يطبق بيها مفاهيم وقسس تغذية الحيوان ويقدر كمان يطبق برامج وقائية عشان يمنع انتشار أي مرض وبائي سواء أمراض وبائية أو متواطنة أو مشتركة والقسم ده كمان يقدر يخليك تشتغل وتنافس في السوق المحلية والإقليمية لأن انت بتكون ببساطة قادر انك تشتغل في شركات ومزارع الانتاج الحيواني ويداجيني ومصانع الأعلاف ومجال التلقيح الاصطناعي كمان وبيكون لك قدرة في حل المشاكل المتعلقة بالانتاج الحيواني مش بس كده لو عندك مشكلة نقص أعلاف تقدر تستفيد من مخلفات الزراعية في تغذية الحيوان والدواجن وبتقدر تربط المعلومات النظرية بالمهارات العلمية آخر قسم عندنا وهو قسم تكنولوجيا انتاج وتصنيع الأسماك وزي ما اتفقنا ممكن تلاقي القسم ده مش موجود في مدرسة وموجود في مدرسة تانية ممكن قسم ما تلاقيش فيه ما يكانه واستصلاح على حسب نوعية المدرسة والمنطقة اللي موجودة فيها أهم حاجة يكون المدرسة فيها الأماكن اللي تقدر تخدم الطالب عمليا عشان تكسبك مهارة معينة في التكنولوجيا طبعا انتاج وتصنيع الأسماك في سنة تانية وتالتة بندرس مواد وهي مزارع سماكية وتصنيع الأسماك وأساسيات تربية الأسماك طبعا زي ما احنا شايفين في المزارع السماكية بالأحواط زي ما احنا شايفين دي لها مميزات طبعا ان انا اقدر يكون برضو ببساطة اقدر اعمل المشروع ده احنا طبعا مصرف انتاج السماك تقريبا بكمية كبيرة جدا بننتج السماك لان احنا عندنا نهر النيل ويه طبعا البحار اللي عندنا احنا همينا المزارع السماكية انا كخريج تعليم فن زراعي اقدر انتج اسماك اقدر انتج اسماك اعرف اسواها طبعا اقدر اسواها من خلال دراستي للتسويق الزراعي زي ما اتفقنا والاقتصاد الزراعي طبعا البولتي شهير جدا بتقدر تعرف الاسماك بتقدر تكون الخلطة بتاعة العلف نفسها تقدر انت تعملها من المنتجات اللي عندك وتقدر تشتغل في مصانع طبعا الاسماك مجالها كبير تقدر تشتغل في مصانع كبيرة خاصة بصناعة الاسماك او سواء في الاستراد والتصدير ده طبعا كله متاح فالتعليم الفن الزراعي زي ما احنا شايفين بالمجالات بتاعته سريعا كفن معمل تقدر تكون امين معمل تقدر تكون مسؤول في حيئة كبيرة طبعا على تحليل عينات المية عندنا قسم التصنيع الغزائي وده بيتوفد عليه البنات بشكل كبير لان هما اللي قدرى بالعملات دي بس بيدرسوها بقى من الناحية العملية وبيطبقوا ازاي يصنعوا المربة ازاي يصنعوا العصير ازاي يستخلصوا او موضوع الاجبان بانواع الجبن كلها من قسم الالبان طبعا الميكانة زي ما قلنا قسم عملاق مهندس مساحة رائع يقدر يرفع كل المساحات اللي عندنا ايه الحاصلات البستانية انا في مزارع الفكهة ان كانت خصوصك مثلا بتكون على ضراء كبيرة اوي بقى بالفكهة بانواعها ومشتقطها ازاي كان مثلا فكهة انواع يعني مثلا النواع الحجرية يعني ايه نواع حجرية زي البرقوق والخوخ طيب والمشمش فيه مثلا انتاج التفاحيات التفاح والكمترة والبشملة طيب الموالح فيه يعني مشتقط كبيرة جدا في الموالح طيب المانجو اقدر اصدر اقدر العنب اقدر اصدر طبعا بتقدر تميز ما بين الاشجار المتساقطة او الفكهة المتساقطة متساقطة الاوراق والفكهة مستديمة الخضرة ومجال الخضار نفس السيستم تقدر تميز من خلال المورفولوجي بتاع كل نبات على حدة وتخصص الانتاج الحيواني رائع جدا لان انت بيكون المادة العلمية عندك متوفرة احنا قلنا بندرس اللغة العربية عشان انا ازود ابحاسي لازم اكون متميز ومتجدد في المعرفة فانت هتاخد المعرفة من الناحية العلمية وبتطبقها من الناحية العملية فالتعليم الفن الزراعي مجالاته كبيرة جدا المهم انت نتمنى نكون قدرنا نحطك على الطريق الصح في فهم رؤية التعليم الفن الزراعي عشان تقدر تصنع قرار سواء ان كنت ولي ام تصنع قرار لابنك اذا كنت تلميز او طالب خارج من الاعدادية تقدر تاخد قرار من خلال العرض اللي احنا عرضناه في الصفوف الاولى والتانية والتالتة من دراستك للتعليم الفني الزراعي بكل مجالاته السوق مجاله كبير في التعليم الزراعي تقدر تعد نفسك في السوق بشكل مهم بس المهم ان انت تتواجد عمليا في قلب المدرسة تاخد حقك تتعلم كويس ما تسيبش المستر غير لما يديك المعلومة سواء نظرية او عملية ويخليك تنفذها بنفسك بلاش ثقافة الامتحان دي النصيحة الوحيدة والاخيرة في التعليم الفني الزراعي انت جاي عندنا عشان تقدر تدير ارضك البسيطة لو عندك ايرات واحد تقدر تزرعه صح مزرعتك تقدر تديرها صح ما عندكش الكلام ده كله هتشتغل في قطاعات خاصة تقدر تشتغل صح وتتميز عن زملائك من خلال المهارات اللي انت بتكتسبها معانا في التعليم الفني الزراعي طبعا انا بشكركم لحسن استماعكم وان شاء الله نلتقي في حلقة من الحلقات الاسرائية عن التعليم الفني الزراعي وعن معظم التخصصات اللي احنا بندرسها الى اللقاء دمتم بخير وفي خير الى الان